السلام عليكم طلاب أرجعنا لكم حبيات ماليونت الثاني اللي هي كقطع كتاب طلاب عدنا قطعة الكتاب مال سمارة ولوسي اللي هي الكوميدية القصة تقول انه اكو ابنية اسمها لوسي عدها ولد وعدها عائلة حصلت على عوض انه تمثل بمسلسل كوميدي فقرضت ان الجبعة الاتحة تمثلوا ياها واخوها ايجي يمثلوا ياها فهي ابنية اسمها لوسي الدور اللي مثلتها بالمسلسل هو سمارة الدور يقول انه اخو سمارة لازم يكون احمق فمغاد يسئلك سؤال يقول لك اخو لوسي كان احمق اتشد قلة خطأ هو مو اخو لوسي اخو سمارة خب هي سمارة و لوسي هنثنات هن نفس الشي بس ده يقصد من ده يقول اخو لوسي يعني ده يقصد خارج المسلسل هو خارج المسلسل مو احمق لكن بداخل المسلسل ده يسوي روحه احمق لانه الدور يطلب منه هذا الشي حتى يمثل صح فاذا استركزوا اياي قبل ندخل بالاسئلة واجوبتها حتى لنبايع وقت يقول وات ماذا نيم اسم لوسي يعني شنو اسم لوسي شو هي اسمها مو لوسي لا ديقول شنو اسم لوسي بالبلاي استاذ شنو البلاي هاي معناها مسرحية اذا ديقول شنو اسم لوسي بالمسلسل يعني بالمسلسل شنو كان اسمها ش تمثل؟ كانت تمثل سمارة فجوابك هو سمارة السؤال بعده هاو اولد از لوسي ديقول ايش قد عمر لوسي تقولها شي اس سكستين يارز اولد عمرها ستعاش سنة حتى تكتبها رقما ماك مشكلة هاو تيكس مين بارت شوف كلمة مين بارت يعني الشخصية الرئيسية اللي بالتيفي كوميدي من هي اللي اخذت الشخصية الرئيسية بالتيفي كوميدي بالمسلسل كوميدي اكيد هي لوسي اللي بعده اخو سمارة اللي هي نفسها لوسي لكن بالمسلسل اخوها شلون كان شي شبه او شون يبدو نقل له كان جدا احمق السؤال بعده من اللي يعيش ويا سمارة نقل له يعني هي تعيش مع امها وابيها واخوها الصغير هاي بالمسلسل يعني وهي اصلا هي عائلتهم يعني ماعدهم بعد فرد جديد اللي بعده what did samara's brother accidentally put in his mother's tea ديقول اخو سمارة ايش خلى بالخطأ بتشاي امه القصة تقول انه هو خلى الملح بدل الشكر بتشاي فاذا شنقل له he put salt instead of sugar هو وضعه he put وضعه salt ملح instead of معناها بدلا من شنو شغر اللي هو الشكر how did samara's brother get so wet اخو سمارة ايشلون صار مبتل نقل له he fell in the pool هو سقطة في الحوف with the clothes on بجميع ملابسة لان بالقصة انه هو سكى بمشروبه وزلك بالمشروب ووقع بالحوف هاي لما نشانل بالفندق why dids Lucy enjoy filming at the latest episode في الحلقة الاخيرة ليش كانت مستمتعة انجوي because they go away لانهما طلعوا بسفرة as a family كعائلة on holiday في عطلة يعني طلعوا يتنزهون بسفرة بفندق فاخر على حساب المخرج لان باعتبار جيمثلون اللي بعدها what does Lucy say filming ماذا قالت Lucy بالتمثيل the latest episode في الحلقة الاخيرة اش قالت she enjoyed filming it هي استمتعت بتمثيل يعني استمتعت كل شو هاي بالمسلسل زين what did Samara's brother spill at lunch ماذا سكب اخوه سمارة على الغداء هو بالحقيقة بدى المشروب ماته فالجواب كلمتين his drink السؤال البعض his drink معناه مشروبه Samara's brother is very فراغ هو حقا فراغ شنو ما ندري من نلقينا بالاخير silly accident حوادث سخيفة يلا من اللي يسوي الحوادث السخيفة اكيد لكلومسي الاحمق فاذا نكتب بالفراغ كلومسي مرات الفراغ يجي بالاخير لان الكلمتين يصيران فراغ فاذا نشي نقراها نقول سمارة's brother is very clumsy انه احمق جدا and he always having وهو دائما يقوم يقوم شنو الاحمق شي يقوم شي يسوي دائما نكتب silly accidents يسوي حوادث سخيفة يعني نحفظ هاي الكلمة ونحفظ ديش الكلمة اللي بعده the brother's hair يعني مثل منقول شعب الاخو اللي هو اخو سمارة turns فراق تحول الى فراق شه تحول يا لون لون انقضب شصار لونه؟ صار اخضر اذا صار اخضر بسبب الحادث اللي صارت اعتقد العصير ان انسكب samara's brother اخو سمارة spills سكب his drink مشروبه out lunch على الغداء and then وبعدها فراق شوه بعدها he sleeps هو انزلق in the puddle في البركة يعني هاي وين بعد ما طلعوا برض الفندق قاموا يتنزهون فسكب العصير مالت على الغداء وانزلق بالبركة الاسئلة اللي بعدها لوسي's brother is very clumsy أو is clumsy دي يقول لوسي اخو لوسي احمق ويسوي دائما and always having silly accidents ويسوي دائما حواذ السخيفة true or false ليش هو مو اخو لوسي هو المفور اخو سمارة بالتمثيل لان هي بالحقيقة لوسي خارج التمثيل يعني هو اخوها خارج التمثيل صدق احمق لو هذا بس بالتمثيل دي يسوروها احمق اكيد بس بالتمثيل اذا خطأ مو اخو لوسي هو لو كاتب سمارة تقول صح بس لان كاتب لوسي فراح اكتب شنو راح اكتب فولز خطأ السؤال بعده سمارة ما هي الاسم لوسي سمارة سمارة برضه سمارة برضه غير منها سمارة ببس سمارة ببس ام سامارة أحبت الشاي اخوها حط لها ملح بدل الشكل شو تقولون حبتها لو ما حبتها اكيد ما حبتها فبالتالي انقل لها فولز لان هو دع يقول احبتها خطأ هي ما حبتها بعد مثال 16 شخصية لوسي اللي يقصد سامارا فيل اندبول سقطت في الحول صح لو خطأ انقل لها فولز خطأ لان هو السقط هو اخوها بالتمثيل قصدي سامارا ز برادر اخو سامارا يعني بالتمثيل اصبح مبتل صح لو خطأ انقل لها ترو صحيح زين اذا يقلب هاي الكلمة يشيل سامارا ويخلي مكانها لوسي اذا ابو الوزارة رات يخبث فاحنا شنقل لها انقل لها فولز يعني انقل لش جاب اخو لوسي بالقصة هو اخو سامارا اللي بالمسلسل بالتمثيل مو اخو لوسي صعب راضح طلاب فاذا كتب لوسي ز برادر اخو لوسي قوت فيرو ويت فانقل لها فولز شنقل لها نقل لها فولز مو اخو لوسي لكن اللي انكاتب سامارا ز برادر اخو سامارا يعني بالتمثيل قوت فيرو ويت اصبح جدا مبتل فانقل لها ترو صحيح يعني هو وقع بالحظ بالمسلسل اللي بعده لوسي ز بلاي سامارا لوسي تلعب شخصية سامارا ان التراجيدي بلاي بلاي قلنا معناها مسرحية تراجيدي يعني معناها مأساوية يلا المسرحية كانت مأساوية لو كوميدية شو تقولون اكيد كوميدية فبالتالي نقل لها فولز خطأ المثال بعده لوسي ز برادر يعني ابو لوسي فلز in the pool سقطة في الحوف with all his clothes بجميع ملابسه يلا هو اللي وقع بالحوف ابو لوسي لو اخو لوسي اكيد اخوها هنا نكاتب بفادر ابوها اذا خطأ شنكتب نكتب فولز بعد سامارا's brother اللي هو اخو سامارا فلز in the pool سقطة في الحوف with all his clothes مع جميع ملابسه انقل لها شنو انقل لها شنو السؤال الاخير the character Samara شخصية سامارا اللي هي بالمسلسل منو مثلتها مثلتها is a daughter فتاة بنت بنت يعني بنت from فراخ family من عائلة فراخ شنقول عليها العائلة شنو ايلا هاي دافسيها انا ياكم بالانشاء ماريوت الثالث من الحياة البغية عائلة شنو traditional شنو يعني traditional قدناها هاي الكلمة بالانشاء مو جديدة علينا traditional معناها تقليدية فtraditional family معناها عائلة تقليدية يعني عائلة حالتها المادية متوسطة طبيعية مو عائلة حياتها المادية ترفة مو اغنياء اذا traditional family عائلة تقليدية كلاسيكية هتش نقدر نقول الهنا تمام هاي خلصة القطعة ونتوكل ان شاء الله بالحلقة الجاي ناخذ القصة اللي هي The Champion البطل كرام ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر